موسيقى مساء الخير تلمس سعد الحريري سراياه قبل المغادرة إلى موسكو وأنقرة في الرياض في مهمة بدأت من بيروت وخرقت جدار الصمت الرئاسي وكسرت جليد الشغور في السرايا التقى الحريري سلفه بعد حين الرئيس تمام سلام وأودع القصر الحكومي عودته قريبا إذا ما تمت التسوية التي تؤهله مجددا لدخول هذا الباب الذي أخرج منه ذات قرار وهو على أبواب البيت الأبيض لكن الحريري سيفوز هذه المرة على حسن نياته لأنه يكتب تاريخا يلغي فيه ثامن ورابع عشر من أذار ويطرح إسم عون وإن بأسلوب مضمر ومن ضمن خيارات عدة يتقدمها ميشيل عون ويتوسطها الجنرال ويختتمها زعيم الأكثرية المسيحية وإذا كان جميع العاملين على الخطوط الرئاسية قد سألوا أولا عن رأي السعودية في هذا الترشيح فماذا عن موقف إيران ففي حديث خاص للزميلة سمر أبو خليل من طهران أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للعلاقات الدولية حسين أمير عبداللهيان أن إيران تفضل الجنرال ميشيل عون للرئاسة فهو حليف المقاومة وداعم لها وقال عبداللهيان إن تحرك سعد الحريري في لبنان حاصل على موافقة السعودية التي تؤيد كل ما يقوم به وإذا كان المسؤول الإيراني قد أدلى بهذه الأراء بموجب معلومات لدى الجمهورية الإيرانية فإن طهران والرياض أصبحتا على قلب مرشح واحد لكن تناغم السين ألف على الموجة اللبنانية هل يعبد طريق الحريري نحو الضاحية قريبا؟ فالزيارات المكوكية لزعيم المستقبل على كل المقار والدوائر المعنية بالرئاسة لا يمكنها أن تتجاوز لقاءا حتميا بين الحريري والسيد حسن نصر الله فمن هناك تبدأ الخريطة والكلمات على أن حزب الله لا يزال صامتا في ظل خيارات لن تسمح له بمقاطعة جلسة لانتخاب عون ولا بالسير في ركب رئيس مجلس النواب نبيه برري الذي سيعب المي بالسلة وسيجد نفسه معطرضا وحيدا شكرا للمينة